تداعيات الأزمة التي خلفها استهداف مدينة دوما بالسلاح الكيموي بين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حريفة النظام السوري ما زالت تسير نحو التصعيد فبعد أن طالب المبعوث الروسي في الأمم المتحدة فسيليني بينيزيا الولايات المتحدة بتجنب أي عمل عسكري وتحذيره واشنطن من أنها ستتحمل المسئولية عن أي مغامرة عسكرية غير مشروعة تقوم بها أعلن الكريملين أن الوضع القائم حول سوريا متوتر للغاية وأن على جميع الأطراف أن تتفادى الخطوات المزعزعة في إشارة إلى التهديد الأمريكي بتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بيسكوف أكد على وجود خلافات عميقة بين موسكو وواشنطن موضحا أن الطرف الروسي يعارض بشدة التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن جرائم بشع للنظام السوري والتي لا تستند إلى حقائق على خط موازن نقلت وكالة أنباء التاس عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية الكلونيل داميان بيكارت تأكيده أن خطة تسوية الخلافات في مركز العمليات الجوية المتحدة الذي يوجد في قاعدة العديد العسكرية بقطر والتي يربط الخط الهاتفي بالقاعدة الروسية في حميمين بسوريا لا يزال يستخدم كما في السابق وتبعا لهذا التصريح لا يزال العسكريون الروس والأمريكيون في قاعدة حميمين بسوريا والعديد بقطر على اتصال يومي على الرغم من تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بعد اتهام النظام السوري باستخدام سلاح كيميائي في مدينة دومة بغطة دمشق الشرقية